مريم مرحبا بك معنا الله يبارك فيك وشكرا على الخدم ديالكم وعلى التغطية ديالكم للحدث ديالنا اللي غايكون ان شاء الله غدا الساعة ستة ديال العشية وشكرا لك جود تبدينا على اختياركم من المغرب باش يكون فيها تتظاهر وهذا الحدث الكبير برايف 14 الفكرة ديال اننا نديروا برايف في المغرب كانت السنة اللي طافت يعني العمل اللي داز ميكنا كان فكرو يعني تعرف باش نجول شي باش مشول شي دولا خصناتان ندرسوا الجوانب ديال هاكي فاش الناس غاي تقبلوا خصوصاً ان فنون القتال مختلطة يعني لعبة جديدة على الساحة ويعني احنا الهدف ديالنا ورؤية ديال ساحب سمو الشيء خالد بن حمد الخليفة هو اننا نطوروا من هاد اللعبة وننشروها اكتر بين القارات او بين الدول الحمد لله يعني حالياً احنا وصلنا الخمس قارات وهذا كان بفضل احتضان المغرب للتظاهرة هذه والحدث هذا هو يعتبر اول مرة في افريقيا واول مرة دولة عربية كانت الوردن قبل دولة افريقية اللي هي المغرب اللي هي البوابة ديال افريقيا من المغرب ان شاء الله وانتقلوا الدول الافريقية تعانية هي اوخات تظاهرة خاصة بالفنور القتالية ولكن في واحد حاجة زوينة عبتش نايا انا وكيل فنو غنسمع اصوات زوينة معانا سلمة رشيد الفنانة المغربية والفنانة البحرية حنان المردع ندوع لسلمة رشيد كيف تتم اختيارة كتكون ممثلة للمغرب فهات تظاهرة بالنسبة نطرق لك كيف تتم الاختيار اول حاجة بريف ماشي رياضة هي رياضة وتقافة وفن هذي كنجمعو بين هذي لانه مثل كنقوله احنا بالانجليزي كنقول فكيهمنا هذي الجوانب هذي بالنسبة اختياري السلمة لانه انسانة طموحة تعرفت عليها عن طريق حنان رضا اللي هي ممثلة بريف او سفيرة بريف وبحثت كتر على سلمة لقيتها انسانة مجتهدة كتبت رأسها لقيت انا فيها حماس يعني الشخص تعتمد علي اذا حطيتها في مكانها تعتمد عليها وبالنسبة لها هي صوتها اخوي كيعجبني وانا شفت انه النشيد الوطني المغربي سيكون بصوتها احلى وارقة وبالخامة ديالها سيزيده يعني الفخامة يعني عشان شيدة يعني اختارتها شكرا لك مرير شكرا لك شكرا لك شكرا لك